كارثة اقتصادية وبئية وشكة في قطاع النفط فطبقا لمعلومات موثقة رصدت وزارة النفط والمعادن مساع تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية للتصرف في مخزون النفط الموجود في أمبوب صاف الرأس عيسى المقدر بنحو 900 ألف برميل وفقا لبيانات رسمية الطرف الآخر في الصفقة المحتملة لبيع النفط المخزوني في الأمبوب هو الاتحاد التعاون الزراعي الذي يهيمن عليه الحوثيون في تحرك وصفه مراقبون بأنه محاولة لتنصيب أهداف اقتصادية واجتماعية لأحدث نسخة من نهب أموال الدولة شركة صافر لأعملية الاستكشاف والإنتاج عبرت في بيان لها بهذا الخصوص عن قلقها البالغ من الأضرار التي قد يتعرض لها المحيط البيئي الممتد حول خط الأمبوب الذي سيتعرض للتلف إذا أفرغ من النفط لأن مثل هذه الأعمال التخريبية تتعارض كليا مع قواعد وإجراءات السلام والبيئة وفقا للبيان وزارة النفط والمعادن حذرت في بيان لها من التعامل المباشر وغير المباشر مع ميليشيا الحوثي الانقلابية بما في ذلك عدم التخاطب أو الشراء أو البيع أو النقل لأي من النفط الخام المنتج أو المخزون وغير ذلك وحملت ميليشيا الحوثي وكل من يتعاون معها وكل من يخالف ذلك من الجهات والمؤسسات والشركات كامل المسؤولية عن تلك التجاوزات وكافة الحقوق المملكة للشعب والمصانة وفقا للدستور أمبوب النفط المهدد بالتلف في حال مضى الحوثيون في خططهم لتفريغه بلغت تكلفة إنشائه عام 1986 مليار دولار أمريكي ويمتد من صافر إلى الخزان العائم في رأس عيسى على البحر الأحمر بطول يصل إلى 428 كم في الحرب الدائرة باليمن ثم تتوظيف خطير للأوراق المتاحة من قبل جماعات منفلتة كالحوثيين تطال فيما تطال أصول الدولة ومكانتها السيادية ورصيدها من الإنجازات السياسية والديمقراطية التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن